من الموضوعات التي من الأهمية بمكان أن تناقش بحيادية وبتجرد كامل للوقوف على حقيقة الأسئلة التي تثار بين فترة وأخرى لأنه لا بد أن نضع الأشياء في لصابها وفي إطارها الصحيح ومع المهتمين والمختصين في هذا الشأن من القضايا التي يثار الجدل عنها كثيرا هي قضية الفصائل المسلحة في العراق فعندما تذكر هذا الاسم هناك كثيرون يتبادر إلى أذهانهم أنها تمثل المحركات الأساسية للنفوذ الإيراني في العراق آخرين يرونها أنها قوة حقيقية عراقية مهمة قاتلت في أحرج الظروف في العراق وانتصرت وقصة الفصائل المسلحة في العراق تركزت وأخذت مدايات أكثر بعد فتوة الحجد الكفائي التي أطلقتها المرجعية الدينية وصارت لهذه الفصائل مقرات ونفوذ وقيادات معروفة ومعلومة حتى الكثير منها أصبح له راية وأصبح له علم القضية التي نحتاج أن نناقشها أنه هذه الفصائل تأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة هذا هو العنوان الذي قالت به الحكومات السابقة ولكن هل فعلا هي تأتمر بأمر القيادة القادة العام للقوات المسلحة أم أنها تأتمر بإمرة قياداتها المباشرة التي تمثل رأس الهرم في هذا التنظيم ما علاقة الفصائل المنظوية في الحجد الشعبي بفصائل المقاومة ولماذا لدينا فصائل حشد شعبي ولماذا لدينا فصائل مقاومة من يدير هذا المشهد